ورات الوضع الميداني في سيدة بلبنان حيث نعت قيادة الجيش ستة من جنودي السشد في مواجهات اليوم مع المجموعات الارهابية التابعة لشيخ التكفيري احمد الاسير في بلدة عبرة ليرتفع بذلك عدد شهداء الجيش اللبناني الى ثمانية عشر شهيدا والجرحة الى اكثر من خمسين واحكم الجيش اللبناني السيطرة على مجمع الاسير في عبرة الذي يتحصن فيه المسلحون وقتل العشرات منهم وذلك بعد الشباكات العنفة بين الطرفين استخدمت فيها الاسلحة الرشاشة والصاروخية كافة كما طالت للشباكات منطقة شرحبيل والكورنيش البحري للمدينة حيث اصيب عدد من المسلحين بجروح في حين فر الباقون وفيما تواترت الانباء عن ظهور مسلحين مقنعين من انصار الاسير في منطقة حي البراد والزهور اكدت قيادة الجيش اللبناني ان الجيش ماض في اشتثاث الفتنة من جذورها ولن تتوقف عملياته العسكرية حتى يعادة الامن الى مدينة الصيدة وجوارها بصورة كاملة وتوقيف المواتدين على مراكز الجيش وانضواء الجميع تحت سقف القانون والنظام